عمل المخابز وصالات السورية للتجارة بالإضافة لعدد من القضايا التموينية والتجارية كان محور اجتماع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظ حمص مع الأسرة التموينية في المحافظة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد العمل على تسويق مختلف المواد لتزويد صالات السورية للتجارة بالإضافة إلى مراقبة جودة رغيف الخبز والخدمات المقدمة للمواطن تعاون الفعاليات الاقتصادية والأهلية والقطاع العام مع بعضها البعض دائما والتماسك النسيج الاجتماعي السوري بقيت المؤسسات تعمل بكل إمكاناتها لتأديد الخدمات للإخوة المواطنين بما نستطيع من هذه الوسائل زيادة صالات الخضار بحمص والتدخل الإيجابي بشكل أكبر هو خطط السورية للتجارة للعام القادم كما سيتم العمل على إعادة صيانة الثلاثة خطوط لإنتاج الخبز هدف المؤسسة تعلم حاليا تعمل بإطار زيادة مواد الموضوع على البطاقة التي هي تدخل مباشرة مثل البرغل والزيت والسكر والرز في العام القادم إن شاء الله وخونا خطة مهمة جدا بزيادة حدث صالات الخضار والفواكع لمسا ومحافظة حمص وهذا العمل اللي سيتكون إن شاء الله مع بداية العمل القادم عدد الخطور الكلي العاملي حاليا 23 مخبز هذه المخبز تنتج كمية 240 ألف ربطة يوميا بما يعادل 45% من حاجة المحافظة لمادة الخطوط التنويني في العامل الفائت العامل الحالي عامل 23 تم ترميم حوالي 6 خطوط إنتاج في مخبز الرسطان خطين إنتاج وفي مخبز تلكلق خط وفي مخبز الملعب خط وفي مخبز دير بعلبي خط وفي مخبز الضاحي خط نظام حوافز جديد تتم دراسته وفي حال إقراره سينعكس إيجابا على أداء وإنتاجية العاملين كند الخضر لقناة سمى الفضائية حمص